السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلاب الصف الثالث متوسط في مادة التفكير الناقد معكم الأستاذ طلال المهباش ومترجم لغة الإشارة الأستاذ صالح العوجان اليوم بإذن الله تعالى نستكمل ما توقفنا عنده من هذا الدرس الجميل درس بعنوان القياس شروطه وأشكاله دعونا أولاً نقرأ الأهداف ونتذكر الأهداف واحد أبين معنى القياس اثنين أبين مكونات القياس ثلاثة أحلل قواعد القياس أربعة أحلل أشكال القياس خمسة أستخلص أهمية القياس ما هو المقصود بالقياس؟ من يتذكر؟ ما هو المقصود بالقياس؟ قبل أن نقرأ ونتذكر دعوني أسألكم سؤال هل القياس يضيف لنا معلومة جديدة لم نكن نعرفها؟ هل القياس يأتي بمعلومة جديدة لم نكن نعرفها من قبل؟ أو أن نتيجة القياس تكون بناء على المقدمات التي تسبقه؟ دعونا نقرأ المقصود بالقياس ونتعرف ونتذكر ثم نجيب على الأسئلة التي طرحتها قبل قليل المقصود بالقياس القياس شكل من أشكال البرهنة العقلية وهو أحد أساليب الاستدلال غير المباشر حيث ينطلق من مقدمات ليخلص إلى نتيجة ولكن بتوسط حد ثالث وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت؟ لزم عنه لذاته قول آخر هو إذن مركب قضايا ثلاث مقدمتان تسمى الأولى مقدمة كبرى والثانية مقدمة صغرى وأما القضية الثالثة فتسمى نتيجة أنا سألت سؤال قبل قليل قلت هل النتيجة في القياس تضيف لنا معلومة جديدة أو هي محصلة أو هي النتيجة تتكون أو تتركب من المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى دعونا نكمل وبإذن الله تعالى ننهي هذا الدرس القياس وسنعرف جميع الإجابات التي طرحتها قبل قليل وأيضا في الدرس السابق تعرفنا على عناصر القياس وقلنا أن القياس يتكون من عدة عناصر قلنا مقدمة صغرى وقلنا مقدمة كبرى وقلنا نتيجة نعيد مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة هل تذكرون بعض الأمثلة التي طرحناها في الدرس السابق؟ هل تذكرون عندما قلنا يوجد حد أكبر مقدمة كبرى وحد أكبر مقدمة صغرى وحد أصغر ونتيجة والنتيجة تكون من ماذا وماذا وهناك حد أوسط هل تذكرون؟ دعونا نتذكر مقدمة صغرى مثلا قلنا عبد العزيز سعودي مقدمة كبرى كل سعودي يحصل على التعليم مجانا إذن النتيجة تكون عبد العزيز يحصل على التعليم مجانا من أين أتينا بهذه النتيجة؟ أتينا بهذه النتيجة من الحد الأصغر والحد الأكبر طيب نأتي الآن إلى الحد الأصغر قلنا في السابق أن الحد الأصغر من اسمه أصغر هو يتعلق بالمقدمة الصغرى والحد الأكبر من اسمه أكبر يتعلق بالمقدمة الكبرى للتوضيح أما الحد الأوسط قلنا الحد الأوسط هو أو هي الكلمة المشتركة في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى هذا الحد الأوسط ودائما الحد الأوسط يحدف من النتيجة دعونا نشاهد الآن النتيجة عبد العزيز يحصل على التعليم مجانا هل يوجد حد أوسط في النتيجة؟ بالطبع لا الحد الأوسط يحذف من النتيجة الآن نعود إلى الحد الأصغر نتذكر الحد الأصغر هو موضوع المقدمة الصغرى الموضوع أما الحد الأكبر هو محمول المقدمة الكبرى هل تذكرون الموضوع والمحمول تكلمنا عنه مرارا وتكرارا؟ الحد الأصغر هو موضوع المقدمة الصغرى والحد الأكبر هو محمول مقدم الكبرى لا ننسى هذه المعلومات المهمة الآن نأتي لدرس اليوم اقرأ ثلاثة دعونا نقرأ لتمعن بسم الله نبدأ إن للقياس أربعة أشكال وكل شكل له عدة أنواع ويعد الشكل الأول الأهم والأكثر استعمالا حتى إن بقية الأشكال تعود إليه للقياس كم شكل؟ نضع خط للقياس أربعة أشكال سنتحدث عن الشكل الأول لماذا؟ لأنه هو الأهم والأكثر استعمالا سنتحدث الآن ونفصل بالشكل الأول لأنه باختصار هو الأهم والأكثر استعمالا إذن إذا أتى لك سؤال إن للقياس أربعة أشكال صح أم خطأ؟ بالطبع الججابة صحيحة طيب الآن سنتكلم عن الشكل الأول ما هو الشكل الأول؟ دعونا نقرأ الشكل الأول عبارة عن مقدمتين ونتيجة هو عبارة باختصار هو عبارة عن مقدمتين ونتيجة يجب أن يتوافر في مقدمتين شرطان أساسيان إذن هو مقدمتين ونتيجة بنفس الطريقة التي تعلمناها في السابق لكن الشكل الأول له شرطان أساسيان الشرط الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وليست سالبة أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وليست سالبة ومعنى الإيجاب أن تكون غير منفية مثلا العلم نافع فهذه قضية موجبة أما العلم غير نافع هذه قضية غير موجبة إذن الاختلاف هنا العلم نافع و العلم غير نافع في القضية الأولى موجبة والقضية الثانية فهي سالبة غير موجبة العلم غير نافع فهذه قضية غير موجبة لأنها منفية وتسمى القضية المنفية قضية سالبة إذن الشكل الأول مقدمتان ونتيجة إذن الشكل الأول له شرطان تكلمنا عن الشرط الأول باختصار أن تكون المقدمة الصغرى ما هي موجبة أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وليست سالبة عبدالعزيز سعودي عبدالعزيز سعودي مقدمة صغرى موتبة عبدالعزيز سعودي طيب نتكلم عن الشرط الثاني دعونا نقرأ الشرط الثاني أن تكون المقدمة الكبرى كلية أن تكون المقدمة الكبرى كلية نكمل والقضايا من حيث الكم نوعان قضية مسورة وقضية مهملة سنتكلم عن هذا الموضوع بشكل سريع القضية المسورة إما أن تكون مسورة بسور كلي مثل كل نجم في السماء أو تكون مسورة بسور جزئي مثل بعض المسلمين عرب طيب ما رأيكم أن نتوقف نفهم ما معنى السور ما معنى ربما يكون مصطلح جديد قضية مسورة ما معنى السور ما معنى السور باختصار شديد يا إعزائي الطلاب القضية المسورة إما أن تكون مسورة بسور كلي أو سور جزئي ما معنى سور كلي وسور جزئي ما معنى كلمة مسورة ما رأيكم لهذه القضية كل نجم في السماء كل أو تكون مسورة بسور جزئي مثل بعض المسلمين عرب بعض السور من اسمه سور السور هو بداية القضية تكون إذا كانت كلية كل أو جميع إذا كانت جزئيا نقول بعض أو هناك عبرات أخرى تدل على أنه ليس بعام لفظ عام إذن السور هي الألفاظ كل أو جميع أو غيرها طيب نكمل أو ما رأيكم أن نعيد القراءة من السطر الثاني لكي تتضح الصورة أكثر القضية المسورة إما أن تكون مسورة بسور كلي مثل كل 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 نجم في السماء أو تكون مسورة بسور جزئي مثل بعض 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 المسلمين عرب شرط المقدمة الثانية تكون مسورة بسور كلي بحيث تبدأ بالألفاظ التي تدل على الكلية ما معنى هذا الكلام شرط أن تكون مقدمة ثانية مسورة بسور كلي بحيث تبدأ الألفاظ التي تدل على الكلية إذا كانت هو باختصار شديد يقول إذا كانت إذا كانت مسورة بصور جزئي يجب أن تكون المقدمة الثانية مسورة بصور كلي نأخذ مثال مثل كل أو جميع كل أو جميع تحدثنا عنها قبل قليل كل أو جميع هذا صور لفظ كل أو لفظ جميع هذا هو الصور وعما إذا كانت قضية مهملة أو مسورة ولكن بصور غير كلي فلا تنتج انتاجات صحيحة إذن الشكل الأول يشترط شرطين حتى يكون منتجا الشرط الأول شرط متعلق بالمقدمة الصغرى وهي أن تكون موجبة والثاني شرط متعلق بالمقدمة الكبرى وهو أن تكون كلية إذن باختصار شديد هذا الشكل للقياس يجب له شرطان أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون المقدمة الكبرى كلية وهو هذا الشكل له مقدمتان ونتيجة الآن نقرأ ونكمل دعنا نفكر إذا طبقنا هذين الشرطين على المقدمتين كم نوعا منطقيا سننتج يجب أن تكون لدينا أربعة أنواع ما رأيكم أن نعود بشكل سريع على الشرط الأول والشرط الثاني؟ في القياس أربعة أشكال نعيد بشكل سريع الآن سنتحدث عن الشكل الأول الشكل الأول عبارة عن مقدمتين ونتيجة له شرطان الشكل الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة باختصار شديد وأن تكون المقدمة الكبرى كلية المقدمة الكبرى كلية والمقدمة الصغرى موجبة هذا شرط الشكل الأول طيب الآن نأتي للأمثلة ما رأيكم أن نفكر؟ نطبق هذين الشرطين على المقدمتين كم نوع منطقي سننتج؟ يجب أن ننتج أربعة أشكال أو أربعة أنواع طيب أولا أن تكون المقدمتين كليتين موجبتين أن تكون المقدمتين كليتين موجبتين الآن بالأمثلة أعزائي الطلاب ستتضح الصورة بشكل جلي بإذن الله تعالى دعونا ننظر للنوع الأول مثلا هو يقول أن تكون المقدمتين كليتين موجبتين مثلا مقدمة صغرى موجبة كل صقر له جناح مقدمة كبرى موجبة كل ما له جناحان يطير هذه مقدمة صغرى ومقدمة كبرى كليتين موجبتين والنتيجة تكون إذن كل صقر يطير كل ما له جناحان يطير كل صقر له جناحان إذن كل صقر يطير طيب الآن نعود للقاعدة واختصرت لكم القاعدة بشكل مبسط أو الشروط الشرطان الأساسيان في هذا الشكل أن تكون المقدمة الصغرى موجبة نرى المقدمة الصغرى فعلا موجبة إذن حققنا الشرط الأول إذن حققنا الشرط الأول نأتي للشرط الثاني وأن تكون المقدمة الكبرى كلية المقدمة الكبرى كلية حققنا الشرط الثاني إذن حققنا هنا حققنا الشرط الأول المقدمة الصغرى أن تكون موجبة والمقدمة الكبرى تكون كلية حققنا جميع الشروط طيب الآن نأتي إلى النوع الثاني ثانيا أن تكون المقدمة الصغرى جزئية موجبة والمقدمة الكبرى كلية موجبة المقدمة الصغرى جزئية موجبة محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه مقدمة كبرى كلية موجبة كل من يوحى إليه نبي إذن النتيجة إذن محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذا النوع الثاني دعونا نشاهد أيضا الشروط لهذا الشكل أو للشكل الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة صحيح إذن حققنا الشرط الأول الشرط الثاني أن تكون المقدمة الكبرى كلية وهذا صحيح ننتقل ما رأيكم أن ننتقل إلى ثالثا ننتقل إلى ثالثا ودعونا نقرأ بتمهل ونفكر قليلا أن تكون المقدمة الصغرى جزئية موجبة وأن تكون المقدمة الكبرى كلية سالبة مقدمة صغرى موجبة مقدمة كبرى كلية مقدمة صغرى موجبة موقع تويتر يساعد على التواصل الاجتماعي الآن المقدمة الكبرى الكلية كل ما يساعد على التواصل الاجتماعي غير سيء النتيجة إذن تويتر غير سيء طيب هنا بهذا الشكل الثالث هل حققنا الشرطان أم لا ما رأيكم من يتذكر ما هي الشروط لنحاول أن نتذكر لكي ترسخ المعلومة هل حققنا الشروط ما رأيكم بالمقدمة الصغرى هنا هل هي موجبة أم سالبة موجبة أحسنتم طيب المقدمة الكبرى هل هي كلية أم جزئية كل 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 هل هي كلية أم جزئية بطبع هي كلية إذن حققنا الشرط مقدمة صغرى موجبة مقدمة كبرى كلية إذن حققنا الشرطان الأساسيان أن تكون مقدمة الصغرى موجبة وأن تكون المقدمة الكبرى كلية أخيرا ورابعا أن تكون المقدمة الصغرى كلية موجبة والمقدمة الكبرى كلية سالبة مقدمة صغرى موجبة كلية موجبة ومقدمة كبرى كلية سالبة نقرأ مقدمة صغرى موجبة كل أنواع الزيوت المهدرجة ضارة بالصحة المقدمة الكبرى السالبة كل ما هو ضار بالصحة غير مرغوب طيب ما رأيكم أن نقرأ المقدمة الكبرى السالبة والكلية ثم ننتقل إلى المقدمة الصغرى الموجبة ثم ننظر إلى النتيجة دعونا نقرأ كل ما هو ضار بالصحة غير مرغوب كل أنواع الزيوت المهدرجة ضارة بالصحة النتيجة ماذا تكون؟ تكون كل أنواع الزيوت المهدرجة غير مرغوبة طيب هل حققنا الشروط هنا؟ نلقي نظرة سريعة على الشروط الشرطان الأساسيان أن تكون المقدمة الصغرى موجبة نشاهد هل هي موجبة أم سالبة؟ موجبة طيب الآن نأتي إلى الشرط الثاني وأن تكون المقدمة الكبرى كلية كل كلية لقد حققنا الشروط أمتاز طيب لدينا خلاصة لنقرأ هذه الخلاصة هذه هي الظروب الأربعة للشكل الأول لكي لا يلتبس علينا هذه الأنواع الأربعة التي تحدثنا عنها قبل قليل تتحدث عن الشكل الأول للقياس فقط وهي جميعها منتجة إذا توافر فيها الشرطان الأساسيان ما هي الشروط؟ أو ما هما الشرطان الأساسيان؟ أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون المقدمة الكبرى كلية هل هذا واضح أعزائي الطلاب؟ ما رأيكم؟ هل هذه الخلاصة تبين لنا كل ما قرأناه وتعلمناه قبل قليل؟ إذن الأنواع الأربعة للشكل الأول للقياس لا ننسى أن تكون المقدمة الصغرى موجبة يجب والشرط الثاني أن تكون المقدمة الكبرى كلية هذا الشكل الأول يشترط علينا هذه الشروط إذا خالفنا هذه الشروط لا نستطيع أن نأتي بنتيجة منتجة أبداً أتمنى أن نحفظ هذه الخلاصة جيداً لكي نستطيع أن نجيب عن التدريبات التي سنتكلم عنها لاحقاً بإذن الله تعالى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس أتمنى أن أكون قدمت لكم ما يفيدكم وأتمنى أن تكون المعلومات واضحة وسليسة وسهلة أراكم في الدرس القادم أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر